يعني أنا كنت عايز أتكلم عن الماتش بس بصراحة يعني ماتش النهاردة أنا كنت جاي أتكلم عليه بس مش عايز أتكلم على حاجة تاني لكن بصراحة في حاجات غريبة كده بتحصل تخليني يعني لازم أتكلم فيها يعني مثلا بعد مبارات ميدياما الغاني الأخير سمعنا تحليلات غريبة جدا 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 من بعض النجوم الخدامة أو بعض اللعيبة الحقيقة رغم أن الأهلي زي ما قال ميسر كولر قبل الماتش أن المعلومات عن الفريق المنافس صعبة جدا ومش كافية مش كافية لأن احنا نعرف عنه كل حاجة لكن الحمد لله الأهلي نجح في عبور أول مباراة ضربة البداية دايما بتبقى صعبة احنا بقالنا كذا سنة ضربة البداية تبقى صعبة بالنسبة لنا ولكن ضربة البداية الحمد لله كانت جيدة لكن ممكن حضرك يعني عايز تتكلم وتحل الفنيا طبيعيا عادي فيش مشكلة لكن تقول إن الأهلي مثلا ممكن تقول إن الأهلي ما كانش بمستوى الشوت الأول وإحنا هنا على فكرة إحنا هنا قلنا كده يعني في الستوديو التحليلي قلنا لأ الشوت وأداء غير مقنع للنادي الأهلي لكن في الشوت الثاني النادي الأهلي كان ظهر بحالة تانية خالص استكشف الفريق اللي قدامه كويس جدا جاب ثلاثة جوال وضيع يمكن ضعفوهم كمان يعني الشوت الثاني كان تقريبا سيطرة كاملة للنادي الأهلي يعني الشوت الثاني تقريبا ما شوفناش محمد الشناول لكن فجينا بقى بعد كده لقينا لعيب يعني سابق في نادي منافس قالك إيه ميدياما في الماتش دو كان أفضل من نادي الأهلي بيقوله على الماتش عموما يعني وبعدين قالك إيه بقى اشتغل بقى في ضرب الوضع قالك إن ميدياما حيفوز على الأهلي في ماتش القيام في غانا وبأكد على كده هو قال كده بالزبط قال أنا بأكد على كده وعلى مسئوليتي إن ميدياما هيكسب النادي الأهلي في غانا زي ما بقول لحضراتكم كده بيدرب الوضع عموما ده من ضمن الكارهين والحقدين للنادي الأهلي كان فترة من فترات نفسه يلعب في النادي الأهلي وقع على عقود فعلا وقع على عقود لكن تم رفضه فنيا من الجاز الفني ساعات فتم الشكر ليه وخلاص خد النسخة بتاعة العقدة بتاعة الغريب إنه اختفى ومش عارفين حتى بعد كده ليعرف فيه درجة تانية ولا فتح أكاديمية ولا عتزل مش عارفين مش واره فين بالزبط فياريت التقييم يكون موضوعي ياريت التقييم يكون موضوعي زي حد تاني برضو يعني واحد قال إن مدياما حلف إن مدياما حيكسب النادي الأهلي هناك فماش العودة واحد تاني رح طالع عليك إيه ده فرقة أنا مش عارف إزاي وصلت للبطولة دي أصلا وصلت للدور ده زي أنا مش عارف ده فرقة حرام تلعب في البطولة دي طب نصدق مين والاتنين على فكرة الاتنين لعيبة في نادي منافس كانوا لعيبة في نادي منافس طب نصدق ده ولا نصدق ده نصدق اللي بيدرب الوضع ولا نصدق اللي بيقول أي كلام حنمشيها ولكن الأهلي عارف سكته كلمنا عن الماتش المرة اللي فاتت قلنا الشوت الأول لا ما كانش شوت ياليق بضربة البداية للنادي الأهلي الشوت الثاني اتغيرت الأمور تماما نادي الأهلي اكتسح بالسلسية واضع أضعفها كمان الشوت الثاني درجة ان احنا ما شفناش تريبا نص ملعب النادي الأهلي غير مرة ولا مرتين يعني لما نيجي نحلل أو لما نيجي نتكلم ولما نيجي نقيم نقيم بموضوعية شوية عشان أنا حتى كمشاهد اه درجة انعب الكلام اللي انت بتقوله انما الكلام اللي انت بتقوله ده في التراوة خالص يعني كأنك انت ما تفرجش على الماتش خالص ماهم اتنين اهم واحد يقولك ان المدياما حيكسب الماتش الجاي النادي الأهلي واحد بيقولك أنا مش عارف الفرقة دي وصلت ازاي للبطولة دي للبطولة اصلا مش للدور عموما ربنا يهدي الجميع ويشفي الجميع